نزول اليوم هو أمن بحته مشي تاني لو المقومات الأمنية عطتني الضمانة أنه يقدر أنزل بنزل اليوم بس عيدا الموضوع عم يندرس بدقة وإن شاء الله خير ووعد الحردان وأنا عندي نية كاملة أنه كون مقيم ببلد الكريم أنه خي بحبه وبدله خي صغير ودايما يعني هذا الموضوع مفروغ منه والعائلة إلى حرمتها بس بذات الوقت بفيني يقول أنه الخلاف مش شاسع الخلاف شاسع جدا الخلاف سياسي بينتكن يعني عندك تعليقات على أدائه السياسي بالمرحلة السابقة اللي كان فيها رئيس حكومي لعدة مرات اليوم الموضوع معاش بين إذا بدنا نحكي بين بهاء وسعد لأنه سعد ترك الحياة السياسية والسيارة يعني ما بتبشي لورا بتبشي لقدام يعني برجع بقول العائلة إلى سطرتها بس الخلاف الخلاف كبير نحن برجع بقول من نؤمن بأنه لبنان بده يرجع يصلح حلقاته مع المجتمع الدولي وعليه يصلح حلقاته مع الخليج الانتخابات هي الأساس بس ما يعني أنا بعتبر يلي صار بعد استشهاد الويد رحمة الله عليه التحالف الرباعي بعتبره كفر سياسي كفر سياسي وبرجع بقوله فنحن لا تعاون مع حزب الله أيام رفيق رحمة الله عليه كان تحت وصاية شرعية سورية موافق عليها المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي نحن اليوم ما فيه أي وصاية علينا عندك وضع فريق إرهابي ثلاثة رباع العالم بيعتبروا إرهابي ما عنده أي وصاية شرعية آخذ شعب بكامله للمهور نحن في هذا العهد شفنا انهيار لبناني تام شفنا عزلة دولية وخليجية وعربية تامة بلبنان نحن شفنا اليوم الجامعة العربية الجامعة العربية صلنا نصوت ضد إخواننا العرب يعني هذا يعني لا بتاريخ لبنان مصار بتاريخ لبنان الحديث مصار فنحن هيدا العهد يعني منع تبير هو مسؤول على هالأخطاء وعليه يتحمل مسؤوليته ليس الواقع السني محبطا فعلا برأيك أنا بقول للطايف الكريمي لا نرضى لن نرضى بأي تصدع وتفكك بها هذا موضوع خط أحمر عندنا ونحن منرجع منقول مشروعنا عبر للطواف مشروعنا اعتدال هاي مسيرة حياة بس ما برضى هالطايف الكريمي إلا ما تاخد حقه كاملة حقه الكامل ضمن المعادل اللبناني فنحن من يومه رايح لا مساومة بالحق لهالطايف الكريم علاقة بهاء الحريري مع المملكة العربية السعودية كيف؟ هل هي علاقة مفتوحة؟ هل في تواصل دائم؟ كيف علاقتك أنت معنا؟ يعني الحمد لله الحمد لله وينما منروح منروح مكرمين ومنرجع مكرمين ما بحياتي أنا سمعت أنه والله كان فيه إساءة لقلة من إخواننا الخليجيين خصوصا يعني